تعالوا نشوفوا بقى الفنان اللي بيعتمدوا عليه دلوقتي فيه من خلال علاقاته مع الحركة الصهيونية الدولية وقيامه بأدوار مع بعض الممثلات الإسرائيليات وقبل كده كان ساهم فيه الاتفاق مع إحدى ممثلات هليود لعمل فيديو الممثلة جوانسن لي محاولة دغدغة المشاعر العالمية والكلام عن حقوق الإنسان وغيره ده عمر واكد تعالوا شوفوا عمر واكد كان بيقول إيه وبعدين دلوقتي بيقول إيه هم هم لأشخاص بس الغير بدون مشاركتي الثوار والاستماعي لا رأيهم لا أنا ما سمعتش حضرتك أي حاجة من الحاجات دي بس هو كان واضح أن الفريق عبدالفتاح السيسي لما أخذ الخطوة دي كان متضامنا مع الثوار وما كانش بيقود الثوار لا هو كان بينصت إلى أوامر الشعب المصري في عزد محمد مرسي وعايزين نعرف إذا كان ده انقلاب ولا لا عندنا سئلة كتير نجاوب عليها يعني فين الانقلاب اللي بيعلن يوم الانقلاب قبله بكم شهر فين الانقلاب اللي بنزل فيه 30 مليون واحد قبل ما يحصل الانقلاب فين الانقلاب اللي لا يحاكم أحد عسكريا فين الانقلاب الذي يترك اعتصامات غير قانونية بها بنايات قتالية ومسلحين شهر ونص يتفاوض معهم علشان يسيبوا المكان شكرا